نظمت مدرية الصحة في بني سويف قافلة طبية إلى إحدى قرى مركز إهنسيا غربي المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة وذلك لتقديم كافة الخدمات للمواطنين داخل القرية وقال وكيل وزارة الصحة في بني سويف محمد يوسف عبدالخالق إن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1700 مواطن في عشر عيادات وتسعة تخصصات للكشف على المواطنين وصرف العلاج وعمل الأشعات والتحليل بالمجان وتحويل الحالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج القافلة تضم تسعة تخصصات طبية من خلال عشر عيادات متنقلة لتوقيع الكشف الطبي على هلينة في مركز إهنسيا بجنب استخراج قرارات العلاج على نفخة الدولة الأشعار العادية والأشعار التلفزيونية توقيع الكشف الطبي للاكتشاف المبكر لأمراض الضغط والسكر تحويل الحالات اللازمة لمستشفيات الأحالة تم توقيع الكشف الطبي على 1700 متردد ترجمة نانسي قنقر